هنشوف مع بعض دلوقتي تسع تمارين لازم نعملهم بالترتيب اللي هنعملو ده كل تمارين هتثبت فيه خمس ثواني وترايع عشرين مرة فأول تمارين هو عضلة البلاتيزمة هتعمله بالشكل ده كده هتشد عضلات رقبتك وتنزل بقق لتحت شوي تاني عضلة هي البروزرس العضلة دي هم بتستعملها ما تكون بتعبر عن القرف بتبقى بالشكل ده كده هتثبت برضو خمس ثواني وترايع عشرين مرة تالت عضلة هي البروزر العضلة دي هم اللي بتعبر عن الغضب رابع عضلة هي الزيجوماتيك ميجور العضلة دي هم اللي انت بتبتسم وانت فاتح بوقك ومبين سنعنك كده خمس عضلة هي الروزرس العضلة دي هم بتبتسم وانت قافل بوقك كده سادس عضلة هي الوربوكيولارس أوكيلاي العضلة دي هم اللي بتخليك تقفل عينك كده سادس عضلة هي الوربوكيولارس أوكيلاي العضلة دي هم اللي بتخليك ترفح حواجبك هتثبت برضو خمس ثواني وترايع عشرين مرة ثامن عضلة هي الوربوكيولارس أوكيلاي العضلة دي هم بتشتغل بالشكل ده بتضم شريفك لقدام كده ممكن تعملها بطريقة تانية ان انت تضم شريفك لقدام وتنفخ شوي اللي هو كده دي مختلفة عن النفخة التانية اللي هي بتعمل كده لا دي كده بالشكل ده لازم تضم شريفك لقدام عاقصى حاجة تاسع تمرين هو ان انت تقول الحروف الاي والاو اللي هو كده اي 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 وتقول برضو الاو او 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 التمرين دي هتعملها مرتين في اليوم ممكن تعملها قدام المراية لو نفسيتك ما بتتأثرش لكن لو المراية هتأثر عليك بالسل بيبقى بلاش تعمل التمرين قدام المراية ونسبة التحسن بتبقى على حسب شدة الاصابة بتاعتك يعني مثلا فيه ناس بتتحسن بعد شهرين وفيه ناس بتتحسن بعد ست شهور وفيه ناس بتتحسن بعد سنة وتمانين في المئة من الحلاب بيحصلها استشفاء تام